تخيل تدخل فجأة على صاحبك وتلاقيه بيتفرج على دورا حيث يعتبر مسلسل مغامرات دورا واجه نقضه صخرية كبيرة على الانترنت حيث مسلسل مغامرات دورا ظهر في سنة 2000 على نيكالوجين تمت صناعته من قبل كراس جيفرد وفالاري ولش ومساعدة إيريك وينر النهاردة هحكي شوية معلومات وحقائي عن مسلسل مغامرات دورا ممكن تغير نظرتك لدورا كاسلين هيرلز تعتبر مؤدية صوت شخصية دورا الأولى من سنة 2000 لحد 2007 حيث كان عمرها عشر سنوات في الوقت ده بعد كده بدلها بكيتلين سانشيز اللي كان عمرها احتشر سنة كمؤدية صوت شخصية دورا من سنة 2008 لحد 2010 بعد كده تم استبدالها هي كمان بالمؤدية الحديثة فاطمة بتاتشيك اللي كان عمرها اتناشر سنة ومثلت صوت دورا كتلين سانشيز مؤدية صوت دورا التانية كسبت 300 ألف دولار خلال تقديد صوت شخصية دورا لمدة 3 سنين حيث كانت بتكسب 1250 دولار في الساعة الوحدة وما كانش عجبها وقالت انها تستهل الملايين في النهاية شركة نيكلوجين طردتها في عام 2010 فاطمة بتاتشيك مؤدية صوت دورا التالتة تم طردها 3 أيام من المدرسة بعد ما تم القبض عليها مع اتنين صحواتها بيدخنوا الفيب فحمام المدرسة واحدة من البنتين اللي كانوا بيدخنوا معاها تم طردها نهائيا حين ان البنت التانية ما حصلتش على اي عقاب ورفع اهل البنت المطرودة دعوة قضائية حسألوا ان فاطمة وصحبتها هم اللي ضغطوا على بنتهم واجبروها على التدخين معاهم وما تمش طرد فاطمة بسبب انها مشهورة وطالب الاهل بتعويض قيمته 40 ألف دولار وارجع بنتهم تاني المدرسة شخصية دورا كانت اول شخصية كارتونية في العالم زهرت على الانترنت تقبل التلفزيون حيث انشأت دورا حملة دعائية على الانترنت تقبل ما تظهر على التلفزيون ونجحت حملتها الدعائية فلو دققت في مسلسل دورا هتحس انها اقرب للعبة اطفال على الانترنت زي مثلا ايقونة السهم الازرق اللي بترمز للموس مسلسل مغامرات دورا بيعتبر مسلسل بينمي زكاء وعقلية الطفل اللي لسه ما دخلش المدرسة حين ان في دراسة علمية بتثبت ان مسلسل سبونج بوب بيزيد نسبة غباءة باطفاله بيدعف عقليتهم حيث لو ركزت شوية تكتشف ان اكتر الناس بتتفرج على سبونج بوب من البلاغين اكتر من اطفال هذا مقرمشات سلطة؟ لا هذا بسيط هذا مقرمشات سلطة؟ لا هذا بسيط هذا مقرمشات سلطة؟ لا هذا بسيط لست مقربشاتي سلطة بسيط هذا اسمه المطعم سبب تسمية دورة بالاسم ده جاي من الكلمة الانجليزية إكسبلور يعني الاستكشاف ولو ترجمت كلمة إكسبلور للغة الأسبانية هتطلع إكسبلور دور بتطلق للمذكر وإكسبلور دورة بتطلق على المؤنس قام فريق العمل بحسف المقطع الأول من إكسبلور دورة وسبوا المقطع الثاني اللي هو دورة لإسم شخصيتهم مسلسل مغامرات دورة متوفر ب31 لغة وبيتزاع عالمية 51 بلد في العالم حيث بتعلم دورة بعض الكلمات من اللغة الأسبانية للبلاد الغرنطقة بالأسباني واللغة الإنجليزية للبلاد الغرنطقة بالإنجليزي الحلقة الوحدة من مسلسل مغامرات دورة بتحتاج سنة كاملة من الإنتاج والإخراج والكتابة وغيرها عشان تنتهي مع 300 شخص يكمل بيشتغلوا على الحلقة الوحدة أول كلمة إسبانية قالتها دورة في تاريخ مسلسلها هي أزول اللي ترجمتها أزرق في الموسم الأول في الحلقة الثالثة كان أزول اسم القطر الأزرق في سنة 2005 كان مسلسل مغامرات دورة في قمة نجاحه حتى إنهم في موكب عيد الشكر في 2005 عملوا بلونة ضخمة لشخصية دورة لتعتبر دورة في الوقت ده أول شخصية كارتونية لتينية تظهر في عيد الشكر فحلقة لمغامرات دورة بعنوان رحلة دورة الأولى قابلت فيها الهرد موزو حيث سنكر سرق حزية موزو الحلقة ما كانش فيها حقيبة الضهر السحرية والخريطة لأن دورة ما كانتش حصلت عليهم لسه مارك كوينر مؤدي صوت سنكر هو نفسه مؤدي صوت الخريطة حيث مؤدي الصوت بيمثل الشخصية اللي بتسبب مشاكل كتير لدورة هو نفسه مؤدي الصوت الشخصية اللي بتساعد دورة جدا كان من المخطط في البداية إن موزو يكون فار لكن بعد كده تقرروا إنه يكون إرد لو خدت بالك شوية في شكله هيتضح شكله فيه قرب من الفار موزو كان مخطط ليه في البداية إنه يكون لونه أصفر لكنهم رأسوا في النهاية لللون الإرجواني الفاتح مسلسل مغامرات دورة كان ناجح جدا لدرجة إنه فاس بستاشر جايزة إيمي كان منشئي مسلسل دورة بيعرضوا الحلقات على خمسة وسبعين طفل قبل بساعة على التلفزيون عشان ياخدوا أراء الأطفال في اللي بيحبوه و اللي بيكرهوه كمان كانوا بياخدوا برأي خبراء تربويين قبل إزاعة الحلقات بعد نجاح مسلسل مغامرات دورة قررت نيكولوجين تعمل مسلسل سبين أوف بعنوان جو جيجو جو بطلها جيجو ابن عم دورة وكان مسلسله ناجح جدا هو كمان في عام 2019 بدافع تحفيز النستالجيا الجمهور دورة الأدامى قررت نيكولوجين عمل فيلم حركي وقعي لدورة وكان الفيلم ناجح جدا من أكتر الحاجات اللي كانت بتخلي مسلسل دورة ناجح كانت لما في نهاية كل حلقة بتطلب دورة من المشاهدين إنهم يلاقوا الشخصية المخفية اللي بتظهر في النهاية عدة برامج وعروض زي ساتردي نايت لايف صنفوا مسلسل دورة على إنه بوك كالتشر آيكون يعني آيكونة للثقافة الشعبية ممكن تسألني يعني إيه بوك كالتشر صدقني أنا لو عارف أقولك أنا ذات نفسي مش عارف وكمان عدة برامج صخرت من مسلسل دورة زي مسلسل فاميلي جاي وساوس بارك وفيوتش راما وأمريكان داد كان مخطط لدورة إنها تكون بيضة البشرة بشعر أشقر شابه بالأوروبيين في حلقة بوتستوزاريسكي ومعناها موزو هو المنقذ يعتبر في الحلقة دي موزو بيظهر فيها في مخمرة لوحده بدون دورة حيث وظيفة موزو إنه ملزم إنه يلاقي أوراق أغاني دورة عشان يوصلها لها وكده خلاص وصلنا لنهاية الحلقة أستأذنكم عشان ما تفوتنش حلقة دورة الجديدة ترجمة نانسي قنقر